بارك الله فيكم السائد يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ما صحة هذا الحديث وما معنىه الحديث صحيح الحمد لله وأما معناه فهو واضح الجنة لها أبواب لها أبواب ثمانية كما أن النار لها أبواب سبعة لها سبعة أبواب كل باب منهم جزء معلوم يعني من الكفار فتفتح فيه أبواب الجنان لتمكين المؤمنين من الأعمال الصالحة التي يدخلون بها الجنة ويمكنهم الله من ذلك وفيه الحث على الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك أعطوه لها شهر النقاة